اشتركوا في القناة القمر مازال موجود في العذراء رح ينتقل للميزان رح يظل في منزل تسمىك الأعزل لغاية ساعات منتصف الليل وطبعا حكينا انه المنزل هاي للصلح والدواء والضرر والتصليح اما خلو المسار اللي احنا موجودين فيه حاليا اللي بلش تقريبا من الساعة 21 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني نهار يبلل حلقة ورح يستمر لغاية ما بعد الحلقة لغاية الساعة 9 و15 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني انه هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا القمر رح ينتقل للميزان في اول ساعات انتهاء يعني خلو المسار اللي هو ساعة 9 و15 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ببلش يعمل اول تحركات لا الو زوايا لا الو مجرد ما دخل الميزان بصير فيه منزلة الغفر هاي المنزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي طبعا تأثير القمر لما بكون في الميزان على جميع الابراج بهاي الفترة يعني فترة افضل عاطفيا يعني فترة ممتازة عاطفية لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر من يكون اجتماعيين اكثر ومن ميل للإسترخاء بجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن تلعب الغيرة دور في علاقة الساعة لسه ما استقرت يعني بيكون فيه نوع من انواع الغيرة او الشك او اشياء من هذا النوع في هاي الفترة بننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك نتمكن ايضا من اقامة حفلة واعادة تزيين البيت او المكتب واقتناء حاجية جميلة اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية فلكية رح تكون هي زاوية تتليف ايجابية رح تكون بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة عشرة وواحد وخمسين دقيقة مساء بعد الحلقة بتوقيت جرينيش بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية اما الزاوية التي تليها هي زاوية تتليف ايجابية رح تكون برضو بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة واحدة وستة وخمسين دقيقة فجرا بتوقيت جرينيش بتتأجج العاطفة اتجاه الجنس الاخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبعطي دفع للعملين في المجالات الفنية مثل التجميل والديكور فبيتحسن اداهم وعطاهم وبدعهم اما الزاوية التي تريها وهي اخر زاوية رح تكون زاوية تتليف ايجابية رح تكون بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة خمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر طبعا في زاوية ثانية ولكن هاي الزاوية بتكون بعد حلقة الغد فرح نحكيها بعد الغد وخصوصا انه الزاويتين اللي رح يتشكلوا هم زاويتين بطيئات الاولى منهم رح تكون بين المريخ واورانوس وهي زاوية التربيع سلبية والزاوية الثانية رح تكون زاوية التزديس ايجابية بين عطارد وبلوتو ولكن هي الزاوية اللي الصعبة او المؤذية كثير هي زاوية اللي بين المريخ واورانوس وهي العلاقة بحوادث مفاجئة وحرائق وتفجيرات ووقوع طائرات احداث سكة حديد زلازل عواصف تمرد انقلاب عسكري عزل احد القادر الكبار يعني اضربات واضطرابات ومشاكل صحية وشغلات زي هيك يعني فبكرا ان شاء الله رح نحكي عنها اكثر ولكن هاي يعني نبذي عن هاي زاوية لانه هاي زاوية لها تأثير تقريبا خمسة ايام بتأثر ما قبل حدوثها ولكن بعد حدوثها بتستمر فترة اطول يعني تقريبا بحدود الثلاث اسابيع لها نفس التأثير طبعا حكينا انه القمر في برج الميزان قلو المسار القادم بيكون يوم ثمانية اربعة في تمام الساعة اتناعش وتسعة واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة ثمانية وستعشر دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج العقرب يعني برج العقرب بالفترة هاي يكونوا هم اكثر التعبانين من كل النواحي لانه القمر موجود في بيت متاعبهم لغاية يوم ثمانية اربعة ليصل القمر لعندهم وبتتحسن امورهم اما بالنسبة لعمر القمر القمر الان في مراحل الاكتمال عمره اربع عشر يوم في تمام الساعة ثلاثة وعشرين دقيقة بعد العصر بصير عمره خمسة عشر يوم نسبة الاضاءة خمسة وتسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى تساطعش اربع المزاج منتحس القمر في العذراء والميزان حتى ثمانية اربع المزاج سعيد عطارد في الحوت حتى يوم احداش اربع المزاج منتحس الزهرة في الجوزاء حتى ثلاثة خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى ثلاثة خمسة مزاجه منتحس المشتري في الجدي حتى اربع عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى احداش خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نيبتون في الحوت حتى ثلاثة وعشرين ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى خمسة وعشرين أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد طبعا قبل ما ندخل على الأبراج بتسمع برجك وبتسمع الطالع بتاعك بتشوف مين اللي عليه تأثيره أكثر أو مين اللي مأثر عليك أكثر بالتوقعات بتصير هو اللي تتابعه أكثر وبتجمع ما بين التوقعات ما بين البرج وما بين الطالع بتشوف الأشياء المشتركة وهي اللي أنت بتأخذ فيها أو بتحذر منها أما بالنسبة للأشخاص اللي ما بيعرفوا طالعهم في تحت في صندوق الوصف بتلاقي في روابط رابط لموقع ورابط كيف تستخدم الموقع وتستخرج طالعك وبرضو اللي ما بيعرف البيوت يعني لما بنحكي احنا البيت الأول والثاني لغاية الـ 12 اللي ما بيعرف عن البيوت برضو في رابط محطوط في صندوق الوصف بيوديك على حلقة بشرح لك البيوت بالكامل بتصير انت عندك معرفة وبتعرف البيوت بشكل أوفى أما بالنسبة للأصدقاء اللي موجودين على الصفحة ياريت لما تشوفوا واحد بسأل ايش يعني البيوت احنا مش فاهمين وعندك جواب أو صار عندك فكرة عن الموضوع ساعدوني وجاوبوا يعني أعطيه جواب ما تبخلوا على المساعدة على زملائك أو على أصحابك اللي موجودين في نفس القناة بكون ممنون لألكم وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل طبعا بالنسبة للحمل معروف أنه الآن القمر في البيت السادس ليلو بده ينتقل عند منتصف الليل راح يصير مقابله فعشان هيك أغلب اليوم راح يكون هو مقابل لإله بشير القمر لا سوء تفاهم وما فيه هدوء ما فيه نوع من أنواع الحرارة في العلاقة ما فيه ود تتعقد الأمور وبترق بعض البلبلة على بعض الأشياء اللي أنت متعود عليها أو اللي أنت بتكون تنتظرها عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذر القطيعة والدعاوة القانونية قصمك في هاي الفترة بكون أقوى منك لأن طاقتك بتكون بأضعف حالاتها ودير بالك من العراقيل ومن الاستفزازات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف البيت الأول اليوم بكون خالي تماما من أي تأثيرات إيجابية أو سلبية فعشان هيك طبيعة النفسية بتتحكم فيها طاقتك يا أما أنك أنت بتشحن حالك بطاقة قوية وبكون عندك ثقة بالنفس عالية وبتقدر تتصرف في هاي الفترة يا أما أنت من النوعية اللي بتكون متشائم وضعي ما عندك القدرة الكاملة يعني عندك ضعف في السيطرة على نفسيتك والتحكم في حالك فبتكون بأوج عصبيتك واكتئاب وملل ونوع من الحزن وشغلات من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثاني فهو تقريبا روتيني رح يكون اليوم هاد إلا أنه بفتح بعض الأبواب اللي بتساعدك في أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة فعشانك لما نوصل للبيت الثامن ممكن أنه نحكي عن هذه المسألة ولكن أنه بيجيب بعض المصاريف المالية وممكن يضغطك ماليا شوي ممكن يكون عليك بعض الالتزامات أو الدفع أو المشتريات فعشان هيك حاول أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك بقوة خلال هذا النهار فعشان هيك برضو بنشط عليك الحركة والفكر وسرعة البديهة أمور إلها علاقة في الامتحانات أو الدراسة أو المطالعة أو الاطلاع على مواضيع معينة الاهتمام بأخ أو جار أو بصحتهم أو بالتعاون معهم أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور برضو روتينية يعني فيه نوع من أنواع خلو التأثيرات فعشان هيك بتتعامل عن مستوى البيت بشكل روتيني ولكن بغلب عليك نوع من أنواع الكسل أو نوع من أنواع تطلب الراحة أو بدك ترتاح بدك تنام بدك تدخل بقيلولية يعني أشياء هيك فيها نوع من أنواع الطاقة الضعيفة اللي بتجبر الجسد أنه يطلب الراحة في منكو ممكن ينشغل بأمور إلها علاقة إما بترتيبات أو أشياء العلاقة بالديكور الداخل البيت أو تصليحات أو ترميمات أو بعض الالتزامات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو يعني شبه روتيني ولكن أنه في ساعات الظهر ممكن تحتد أو تزعل من تصرف الحبيب أو سوء تفاهم أو كلمة ممكن تخليك تحتد وتعصب فعشان هيك بدك تمسك عصابك قدر الإمكان ما تحاول أنك أنت تنفعل خلال هذا النهار وتعامل بطبيعة والديخ مع الأحباء أما بالنسبة للبيت السادس فعلى مستوى العمل يعني أضعف من الأيام الماضي بكون نشاطك ولكن بتقدر برضو تنجز الأعمال مطلوبة منك في عندك قدرة تفكير أو إنتاج أو ابتكار أشياء لها علاقة بالعمل ممكن تنشط في إنجاز كثير من أعمالك خلال هذا النهار في منكو ممكن يهتم بأمور صحية فعشان هيك منقولكو راقبو وضعكو الصحي أما بالنسبة للبيت السابع البيت السابع يعني شيئا ما بيت الشراكي ضعيف لأنه القمر موجود فيه فعشان هيك التوقعات اللي حكيناها في بداية الحلقة هي اللي بتتعلق في البيت السابع أما بالنسبة للبيت الثامن فهو شوي بفتح لك أبواب للتفكير في أشياء لها علاقة بالوضع المالي أو الدعم المالي أو تحسين الوضع المالي أو التعاون مع أشخاص أو طلب منهم نوع من أنواع الدعم أو المساعدي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بيشكل لك عقبي خلال هذا النهار فعشان هيك ما تحاول إنك تعتمد على الحضوض إذا كان عندك امتحان أو كان عندك مقابلة وفي نفس اللحظة على الطرقات خصوصا الأشخاص اللي بيطلعوا من بيوتهم على الطرقات بدهم يديروا بالهم أثناء التنقلات من بعض الأعطال أو الأشياء اللي ممكن تكون مفاجئة لهم في منكم ممكن ينشط في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصالات خارجية مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن أنه تهتموا بأمور أوراق قانونية أهم شيء أنه تدير بالك خلال هذا النهار من الانفعال والتهور وفي نفس اللحظة ممكن يجيك اتصال من الخارج يزعجك أما بالنسبة للبيت العاشر فاليوم يعني بتقدر تحافظ على إنجازاتك القائمة في مجال العمل وبرضو بتقدر تحافظ على سمعتك بشكل روتيني ما فيه أي شيء يهدد السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط عليك بشكل كبير خلال هذا النهار ولكن بشكل إيجابي فعشان هيك اليوم بتكثر عندك الاتصالات أو اتصالات الأصدقاء أو تفقد الأصدقاء أو خبر بتعلق بأحد الأصدقاء ممكن بعضكو إما يتصل للاستشارة لموضوع معين أو لطلب النصح أو للمساعدة أما بالنسبة لبيت المتاعب فشويه هو يعني بيخفف عليك من الضغط عشان هيك بتلاقي إنه يعني بتحاول تنجز بعض الأعمال أو بعض المهام ولكن بيغلب عليك الكسل للراحة والهدوء والأشياء اللي من هذا القبيل فيه منكم ممكن يهتم بصحته أو بصحة قريب لإلوه برج التور بيتراكم العمل عندكم لكن بتجدوا تعاون من الزملاء في إنجاز كثير من الأعمال المطلوبة منكم مارسوا نشاط بدني للمحافظة على ياقتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر لعمل وقت إضافي خلال هذا النهار أهم إيش إنك تحاذر من المشاكل الصحية طبعا القمر بما إنه دخل على بيت الصحة أو بديدخل على بيت العمل والصحة فعشان هيك بتطلب منك الانتباه على أمور العمل وعلى أمور الهلاقة بالصحة فيه منكم ممكن يحقق إنجازات إيجابية خلال هذا النهار وينجز أعمال وفيه منكم رح يتراكم عليه العمل وما يقدر ينجز أعمال وبكون عندهم ضعف أو تعب صحي أما بالنسبة للبيت الأول فهو تقريبا اليوم ضعيف فعشان هيك اليوم بتحس في نوع من أنواع التقلب في المزاج أو نوع من أنواع الحدية اللي بتيجي من فترة لأخرى أو نوع من أنواع الاكتئاب بتسلل لك فعشان هيك بدك تحاول إنك تمسك حالك وتشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تطلع من هذا الضعف أما بالنسبة للبيت الثاني برضو بيكون في عندكم نشاط العلاقة بالأمور الأموال ممكن مشتريات أو طلب مستحقات أو ممكن يكون في بعض النتائج الإيجابية للتحصيل على أموال في منكم ممكن يجي نوع من أنواع التكريم أو هدية أو لو جائزة أو مكافأة رمزية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك بشكل قوي جدا على مستوى الحركة والاتصالات نشاطك قوي جدا سرعة البديهة عندك عالية عندك تركيز قوي ما في منكم رح ينشط بأمور الاتصالات أو الأمور اللي إلها علاقة بالأجهزة مثل أجهزة الاتصالات والمواصلات التليفونات والسيارات أشياء من هذا القبيل وفي منكم رح يهتم بأمور إلها علاقة بالتواصل مع أشخاص أو أمور إلها علاقة بالدراسة أو الامتحانات وخصوصا المنزلية أما بالنسبة للبيت الرابع فهو خالي تماما فعشان هيك بتتعامل مع البيت بشكل روتيني لا إشي إيجابي كثير ولا إشي سلبي أنت بتتعامل فيه على حسب الوضع اللي أنت متعود عليه أو على حسب طبيعة العلاقة المنزلية عندك في منكم ممكن يهتم بموضوع بتعلق في أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو تقريبا روتيني ولكن أنه في ساعات الظهر بدك تحذر من خلاف معين أو عصبية أو إشي بزعجك من تصرفات الحبيب فعشان هيك ممكن أنك أنت تتوتر وتعصب خلال هذا النهار خصوصا في الفترة اللي بتيجي ما بين الظهر والعصر حاول أنك تمسك عصابك قدر الإمكان وما تثور لأنها هي فترة بسيطة ولكن أنها بتعدي أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السابع فهو برضو نفس الشيء بالنسبة للوضع الشراكي يعني بميلة روتينية أكثر ولكن أنه برضو في إيجابية بدعم موقفك بينك وبين الشريك في نوع من أنواع التفاهم وفي نوع من أنواع الاتفاق على إنجاز بعض الأمور خلال هذا النهار وممكن يكون في نوع من أنواع التقارب أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بضغطك على المستوى المالي شوي فعشان هيك ممكن في ساعة الظهر يصير بعض المطالبات أو الالتزامات أو الانشغالات المالية إما بفوترة أو بعض الأمور اللي إلها علاقة ببعض المطالب الديون أشياء من هذا القبيل في منكم ممكن يسمع خبر عن رفض مساعدة أو أنه باب من الأبواب اللي يكون قارعها بيسكر في وجهه ما يكل ولا يمل بالعكس يجرب مرة أخرى ممكن تزبط معها في الأيام القادمة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو يعني روتيني بالشكل العام ولكن أنه في ساعات الظهر أو بين الظهر والعصر ممكن يصلك خبر من بعيد يزعجك أو ممكن يكون لك تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن الاهتمام في أمور إلها علاقة بالدراسة والامتحانات ولكن بدك تنتبه أنه ما تعتمد على الحظ نهائيا خلال هذا النهار بالعكس بدك تتعب وتجهد نفسك على بيئة عساس أنك تحصل نتائج مرضية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بدعمك على مستوى العمل إذا تعاونت مع الزملاء أو رؤسائك بالعمل ولكن إذا أنت ما تعاونت معهم فرح يكون عليك عبء كبير خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت 11 فهو بدعمك على مستوى علاقاتك فكثير من الاتصالات اليوم أو التواصل مع بعض الأصدقاء إما لتفقدهم أو لطلب العون منهم بمساعدة معينة أو لأمور إلها علاقة بالتواصل والتفقد أو الاستشارة أما بالنسبة لبيتك 12 فيعني منقدر نحكي أنه طبيعي تقدر تنجز الأعمال المطلوبة منك ولكن في المقابل بدك تراقب وضعك الصحي ما تهمل أي شيء وحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة خلال هذا النهار برج الجوزاء طبعا القمر وصل عندكم للبيت الخامس وهذا يعني تقريبا فترة إيجابية جدا راح تكون تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وأعد العلاقات إلى طبيعتها بتنال ما ترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات بتحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة يعني فترة إيجابية جدا بتدعم من موقفك وبتدعم من أوضاعك فعشان يكستغلها بكل الأوجه أما بالنسبة للبيت الأول فهو جيد على مستوى الشخصية بدعمك بشكل قوي نفسيتك اليوم أحسن عندك مشحون بطاقة صحيح أنه كانت فيه أشياء مرقيتك ولكن أنه عندك نشاط عالي جدا اليوم تقدر توصل لأكثر من حل أو لأكثر من أمر كان عالق عندك بتقدر تصله لنوعي من الحلول أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف البيت الثاني برضو بدعمك بشكل قوي فممكن اليوم تحصل على أموال أو دعم أو فلوس أو ممكن يكون فيه بعض المساعدات ممكن يكون فيه أشياء إيجابية تدعم من موقفك المالي وممكن بعض الالتزامات أو المشتريات ولكن أهم شيء أنك تحاول أنك تقلل من المصاريف قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك على مستوى الاتصالات والنشاط الفكري فعندك قدرة اليوم برضو زي الأيام الماضية نشاط ذهني عالي وقدرة على الاتصال والمواصلات فعشان هيك بدك تحاول أنك أنت تستغل هاي الأمور وتستثمرها في أشياء إيجابية بالدعم من موقفك فيه منكو ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بامتحانات أو دراسة وخصوصا الدراسة المنزلية أو حث أبنائهم على الدراسة ومنكو رح يهتم بمسألة بتتعلق بأخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت شوي بدك تكون حذر يعني فيه نوع من أنواع التباعد أو الخلافات أو سوء التفاهم مع أحد أفراد العائلة حاول قدر الإمكان أنك ما تحتده ما تعصب يعني حاول أنك تتواصل مع الحبيب بشكل عقلاني وتحلوا الأمور أو مع أفراد العائلة وتحلوا الأمور ما تخلوها تحتد وتكبر على أساس أنه ما تكبر الفجوي ما بينكم أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناه في بداية التوقعات إيجابي وبيدعمك أما بالنسبة للبيت السادس حتى على مستوى العمل تقدر اليوم تنجز كثير من العمال المطلوبة منك بالتعاون مع يعني إما زملاء أو مع رؤسائك بالعمل أو ممكن أنك اليوم تبدأ بتفكير في مسألة الحلاقة بالعمل أو بملف أو بقضية معينة أو تجد ابتكار لعمل جديد أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد شيئا ما ولكن برضو بيعمل نوع من أنواع الخلافات وخصوصا في ساعات بين الظهر والعصر فممكن تحتد وتعصب ما بينك وبين الشريك العاطفي أو شريك المال حاول أنك تمسك عصابك وما تخلي الأمور تحتد وتكبر وتصير فيه نوع من أنواع الزعل أو الحرد أو الأشياء اللي من هذا القبيل يعني حاول قدر الإمكان يكون فيه نوع من أنواع التفاهم والتناغم ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فبضغطك على مستوى الأموال اللي ما بتعود لك اللي هي الأموال المشتركة أو الأموال اللي ما بتعود لك من ديون أو قروض أو أشياء إلها علاقة بدعم مالي فممكن اليوم أنه يتسكر باب كان من المفروض أنه أنت قرعته لطلب مساعدة أو معاونة ولكن كثرة الالتزامات ممكن اللي أجاك مش بالكم المطلوب وفي منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بصحة أحد الأقرباء أو أمر محزن أما بالنسبة للبيت التاسع يعني شوي بدعمك على مستوى الاتصالات الخارجية أو اتصالات مع أشخاص خارج البلاد وممكن برضو يكون فيه نوع من أنواع الصدمة أو الحزن على نوعية من الاتصالات أو لأشخاص معينين حاول قدر الإمكان أنك أنت تكون إيجابي وتشحن الوضع بطريقة إيجابية وفي نفس اللحظة تتعامل مع الأمور هاي بدون عصبية ممكن يأرقك الموضوع أو يكون الموضوع فيه مهام أو مسؤوليات ولكن في نفس اللحظة بدك تكون يد المسؤولية في منكم ممكن يهتم بأمور العلاقة بامتحانات أو دراسة ولكن بده يعتمد على جهده الشخصي ما يعتمد على الحظوظ نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بدعم موقفك على مستوى العمل مع الزملاء ومع رؤسائك بالعمل وبدعم موقفك بشكل قوي وممكن تنجز كثير من أعمالك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بكثف الاتصالات ما بينك وبين الأصدقاء أو علاقات أو أشخاص أنت بتعرفهم حاول قدر الإمكان أنك تتواصل بعقلانية بدون اندفاع ولا تهور وحاول أنك تعمل في نوع من أنواع التقارب ما بينك لأصدقاء إن أحدهم طلب منك معاوني لا تخذله وفي المقابل أنت إن احتجت لمشاورة أو لمعاوني بادر وأطلب الوضع إيجابي بالنسبة لإلك أما بالنسبة لبيت متعبك فهو ضاغط عليك شوي اليوم فعشان هيك بدك تراقب وضعك الصحي من وقت لآخر وما تتوتر وما تتوسوس حاول قدر الإمكان أنك أنت تراقب غذائك وتأخذ قصد كافي من الراحة طبعا انتقال القمر للبيت الرابع يعني بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصد الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة اتجنب توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة يعني مناسبة للتنقلات والاستثمارات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه النفسية يعني شيئا ما متقلبي خلال هذا النهار بين إيجابي وسلبي في نوع من أنواع التوتر عندك عشان هيك بدك تحاول قدر الإمكان أنك أنت تمسك عصابك وما تتهور كثير حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية والدعم من شخصيتك أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى وضع المالي أنا شايف أنه هو روتيني ما فيه لا شيء إيجابي ولا سلبي فعشان هيك أنت بتهتم بمسائل معينة بسيطة جدا مثل المشتريات أو بعض النفقات أو بعض الالتزامات البسيطة ولكن بقول لك أنه قلل من مصاريف قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعم موقفك بالاتصالات ممكن تكون مقنع اليوم وتكثر عندك الاتصالات والمواصلات بعض التنقلات ممكن تهتم بامور الهلاقة بالدراسة أو تدريس أحد الأبناء أو الاهتمام بامتحانات معينة في منكم ممكن يهتم بأمر بحثي أو نقاش معين أو يبحث في مسألة معينة وفي منكم رح يهتم بموضوع بتعلق بأخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس فهو فارغ تماما ما في أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبي فعشان هيك بتتعامل على طبيعتك مع الحبيب ولكن في ساعات العصر بدك تحذر أو ما بعد العصر بدك تحذر بطريقة التعامل ما بينك وبين الحبيب من أي توتر أو عصبية أو خبر يزعجك فتحتد أما بالنسبة للبيت السادس فهو تقريبا جيد يعني بتقدر تنجز الأعمال المطلوبة منك وممكن تفكر في أمور إلها علاقة بالعمل الداعم موقفك وممكن يساعدك هذا الأمر بابتكار موضوع إلو علاقة بالعمل أو تجتهد في مسألة معينة لتطوير عمل معين أو إيجاد حلول لبعض المسائل اللي بتأرق العمل أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكي شايف البيت فارغ تماما ما فيه لا تأثيرات إيجابية ولا سلبية وفي المقابل أنه هذا بيأثر عليك بشكل سلبي عشان هيك بدك تحاول قدر الإمكان أنك ما تعمل أي شيء يستفز أو يوتر العلاقة ما بينك وبين الشريك حاول أنك تعمل نوع من أنواع المقاربة يعني اللي تجمع ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور في البيت الثامن يعني مثل البيت الثاني يعني الأمور روتينية على مستوى المال فعشان هيك ما فيه جديد خلال هذا النهار ممكن يتحصل بعض الأمور اللي إلها علاقة بدعم أو تحويل أو مساعدة معينة ولكن أنه ما رح يكون بالقوة اللي أنت بتتمناها أو القوة اللي أنت بدك إياها شوي يعني الأمور بدها نوع من أنواع ربط الأحزمة والتفكير بمنطقية في الأمور المالية وخصوصا الالتزامات والدفع وطريقة الصرف أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الاتصالات الخارجية فممكن تتواصل مع أشخاص خارج البلاد وتكثر الاتصالات ما بينكم ممكن يكون الاهتمام بمؤسسة تعليمية أو أشياء العلاقة بالدراسة أو الامتحانات حاول أنك تركز بشكل جيد على اتصالاتك وحاول أن يكون في نوع من أنواع التفاهم مع الأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم يعني تعمل بلين وبعقلانية في منكم ممكن ينشغل بأوراق قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني تماما ما في أي شيء على مستوى العمل تتعامل بشكل روتيني أما بالنسبة لابتك 11 فهو بدعم برضو من اتصالاتك مع علاقاتك مع أشخاص أنت بتثق فيهم ممكن للتفاهم أو للتواصل أو لتدعيم وضعك الاجتماعي وفي منكم ممكن ينشط في أمور إلها علاقة بالتقارب ما بينه وبين الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني تماما فعشان هيك لا إيجابية ولا سلبية في هذا البيت بتتعامل برضو بطريقة روتينية بالتعامل مع الأشخاص اللي أنت بتعرفهم في نفس اللحظة ممكن اليوم بعضك يقلق على مسألة بتتعلق في أحد الأقارب أو أحد المعارف وإلها علاقة إما بالتعب الصحي أو المستشفيات أو السجون برج الأسد طبعا القمر رح ينتقل للبيت الثالث بيت حليف لا إلك بدعمك بقوة بتنشطه في الدراسة والتنقلات والاتصالات وسعكوا اجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر النشاطات حسب حق الاقتصاصك بتكون عندك بعض اللقاءات العديدة خلال هذا النهار باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك لا تتردد بالتحرك يعني حاول تستغل هذا النهار بكل معاني أما بالنسبة للبيت الأول فهو بدعم من شخصيتك اليوم شخصيتك قوية وبرضو عندك ثقة عالية في نفسك رغم أنه في بعض العصبية ممكن تكون في ساعات ما بين الظهر والعصر حاول أنك تمسك عصابك من الانفعال الأمور جيدة جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فهو يعني برضو بعطيك نوع من أنواع روتينية على مستوى الأمور المالية فعشان هيك هي المصاريف المطلوبة ممكن تهتم بمشتريات أو بعض الدفع أو بعض الأمور الواجبة عليك أهم إشي أنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان ما تنفعل وتتهور وتصرف فلوسك ببذخ يعني اشتري الإشي اللي أنت بتحتاجه أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعم من بعض الأمور اللي بتتعلق في أشياء العلاقة بالاتصالات مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف فيه اهتمامات على مستوى البيت قوية جدا ممكن أن اليوم يكون فيه اجتماع أو لقاء أو نوع من أنواع التواصل مع أحد أفراد العائلة أو ممكن تهتم في مسألة العلاقة باجتماع عائلي أو لقاء عائلي أو اتصال بجمع العائلة في بعض حاول أنك أنت تكون حلقة ربط وتجمع بين الكل ما تكون عنصر تفريق أهم شيء أنه خلال هذا النهار ممكن بعضكم ينشغل في أمور العلاقة بين الترتيبات أو الصياني أو الأعمال المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فأعطيك نوع من أنواع الروتين في طبيعة العلاقة ولكن أنه في ساعات العصر بدك تدير بالك من أي انفعال أو تهور أو تصرف متسرع بينك وبين الأحبة يعني ممكن تسمع خبر يزعجك أو يقلقك أو يخوفك فحاول قدر الإمكان أنك تمسك عصابك وما يكون لك ردة فعل مباشرة أصبر شوي وتحقق من الأمر أما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعمك على مستوى العمل فاليوم عندك مخ كثير شغال ونشط في الأمور العملية فعشانك بتفكر في مخارج لأمور العمل أو الدعم المالي أو أمور علاقة بتحسين الوضع المالي أو الأعمال أو ملفات أو عقود أو أشياء من هذا القبيل أو مراسلات لها علاقة بالعمل أما بالنسبة للبيت السابع فهو بعمل نوع من أنواع تقارب ما بينك وبين الشريك فيه إما لقاء أو تقارب أو معرفة أو علاقة يعني أمور جيدة وبتدعم من العلاقات ما بينك وبين الشريك الوضع ممتاز حاول أنك تقرب أكثر وتعمل نوع من أنواع المبادرات إما لمصالحة أو لا تقارب أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى تحصيل بعض الأموال أو طلب مساعدة أو معاونة من أشخاص معينين تثق فيهم حاول أنك أنت تقرأ هذه الأبواب ممكن اليوم تكثر عليك بعض الأمور لإلها علاقة بالديون أو الفواتير أو بعض الأشياء التي تراكمت من فترة طويلة ممكن تصل لمخرج من المخارج يطمئن بالك من خلاله أما بالنسبة للبيت التاسع فهو اهتمامك على مسائل إلها علاقة بالاتصالات الخارجية أو مع مؤسسات تعليمية أو دراسة أو امتحانات اللي عنده دراسة أو امتحان ما يعتمد على الحظ نهائيا بده يتعب إثنين بالنسبة للاتصالات ممكن تتلقى خبر يزعجك بيجي من الخارج أو إشي بيجي تعلق في أشخاص أنت بتعرفهم يزعجك أو يوترك أو يخوفك عليهم يعني بعمل نوع من أنواع القلق ممكن خبر مش منيح يكون أهم شيء أنه ما تحتد وما تعصب أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو روتيني تماما على مستوى الأعمال أو علاقاتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك بشكل قوي بأمور الاتصالات وممكن تتواصل مع عدة أشخاص خلال هذا النهار ويكون فيه نوع من أنواع التواصل الإيجابي إما لتوطيد العلاقة أو للتعاون معهم أو لتقديم يد المساعدة أو المعاونة أما بالنسبة لبيت المتاعب بيت المتاعب جيد فعشانيك حامي ظهرك وحاميك من أمور العلاقة بالمكائد بالعكس اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وممكن اليوم تحقق إنجاز كان صعب أنك تحققه بالفترة الماضية وفيه منكم ممكن يهتم بأمور العلاقة بالصحة أو بالوزن أو بالحركة أو بالرياضة أو بنظام تغذية برج العدراء طبعا بما أن القمر الآن انتقل للبيت الثاني لإلكو يعني لبيت المال فعشان هيك الفترة هاي بيكون فيه فرص لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة أهم شيء ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف اليوم النفسية برضو جيدة رغم أنه في عندك بعض المخاوف ولكن أنه الأمر بدعمك بشكل قوي وممكن يعزز من نفسيتك أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك بشكل قوي على أمور العلاقة بالاتصالات والمواصلات وأمور الاهتمام بأشياء العلاقة بالأجهزة أو ممكن تكثر عندك الحركة والنشاط تتنقل من مكان لمكان خلال هذا النهار وممكن اتصالات كثيرة تكون أنت نشيط فيها أهم شيء اللي عنده امتحان بده يدرس بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ أو دراسة منزلية وفي منكه ممكن يكون في عنده أمور لها علاقة بأخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بدعم الوضع على المستوى البيت فعشان هيك بتلاقي فيه نوع من أنواع التقارب أو بتسعى أنت للتقارب بين وجهات النظر العائلة أو الاهتمام بشؤون عائلية أو أمر إلو علاقة بمسألة عائلية حاول أنك تهتم فيها بعقلانية وتضع الحلول أو إن بادرت بعملية حلة مشكلة معينة بادرها بعقلانية أما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الأمور روتينية ولكن في نوع من أنواع الضغط العالي جدا عليك عشان هيك يحاول أنك ما تمفعل وما تعصب على أي تصرف ممكن يتصرفه الحبيب حاول ما تدخل بمواجهة أو صدام يكون ما بينك وبين الحبيب لأنه أنت اللي راح تكون الخسران الأكبر في هذه الفترة أما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعم من موقفك على مستوى العلاقات وعلى مستوى العمل فعشان هيك تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وفي منكم ممكن يهتم بأمور الهلاقة بأوراق أو معاملات أو بعض الأمور المهمة اللي بتدعم من أعماله أو بتنجز أعماله أو بيهتم بأعمال جديدة وطريقة ابتكار عملي جديد أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني تماما رغم الحدية اللي موجودة فيه ولكن بغلب على الروتيني فإذا انفعلت وعصبت أنت طلعت من الوضع الروتيني ودخلت في مرحلة مشاكل أنت الحلقة الأضعف فيها حاول قدر الإمكان أنك تعمل نوع من أنواع المقاربة ما بينك وبين الشريك أكثر ما تعمل نوع من أنواع الخصام أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه الوضع المالي روتيني على مستوى الأموال المشتركة لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه بتكثر عندك الاتصالات الخارجية أو في منك ممكن ينشط بأمور تفقدية لبعض الأشخاص خارج البلاد أو يتلقى اتصالات ولكن في منك ممكن ينزعج من خبر معين بيجيب من الخارج وفي منك ممكن يهتم بمسائل قانونية أو أمور قانونية خلال هذا النهار أهم شيء أنه اللي عنده امتحان أو عنده دراسة لا يعتمد على الحظ نهائيا بده يتعب عشان يحصل أما بالنسبة لبيتك العاشر فبيت السمعة بقولك لا تغامر ولا تتهور ولا تعمل أي شيء في مجازفات الوضع مش سهل برضو بدك تكون حذر ما تشوه سمعتك مهما كانت المغريات وما تخالف القوانين أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بتدعم من علاقاتك واتصالاتك فممكن اليوم تتعاون مع أحد الأصدقاء أو أحد المعارف في حل مسألة معينة أو تطلب منه العون في حل مسألة معينة أهم شيء أنك أنت تتواصل بعقلانية وبرضو مثل ما هم بطلبوا منك مساعدي أنت أطلب بدورك برضو المساعدي أو العكس نفس الشيء يعني حاول قدر الإمكان أنك أنت تعمل نوع من أنواع التقارب العالي والدعم من شراكاتك في قلال الفترة هاي أما بالنسبة لبيت متاعبك فهو ضاغط عليك برضو شوي خلال هذا النهار ودير بالك من أشخاص تتأمر عليك بالخفاء أو نقطة ضعف ممكن تنكشف خلال الفترة هاي فتكون يعني مؤذية بالنسبة لإلك حاول قدر الإمكان أنك تراقب وضعك الصحي وبرضو في نفس اللحظة تأخذ قصد كافي من الراحة ما تجهد حالك كثير وفي نفس اللحظة ممكن تهتم بمسألة بتتعلق بقريب أو حبيب أو من الأشخاص اللي بتعرفهم مسألة لها علاقة إما بالصحة أو بأمر محزن برج الميزان طبعا لحد الآن القمر موجود بالعذراء فعشان هيك رح تحسوا أنه فيه نوع من أنواع التحسن بصير بالتدريجي لغاية منتصف الليل تقريبا يعني لغاية الساعة التسعة بتوقيت جرينيش بعدها القمر بصير انتقل عنك وعمل أول بداية الزوايا تاعته فعشان هيك من الفترة هذيك بتبدأوا للفترة أفضل من سابقتها بتعيد لكم ثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم شعبيتكم بتصير في تصاعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال التعديلات أو التغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأمور الروتينية رح تكون خلال هذا النهار على المستوى المالي ما عندك الاهتمامات الكثيرة أو الاتصالات الكثيرة لتدعيم الوضع المالي ولكن ممكن تهتم بأمور الحلاقة بفوترة أو محاسبية أو أشياء من هذا القبيل وفي منكو ممكن يهتم في بعض المشتريات أو المتطلبات ولكن حاولوا تقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد جدا خلال اليوم هذا عندكو نشاط عالي جدا بالاتصالات رح يكون والتواصل والاهتمام بأجهزة الاتصالات والمواصلات أو التواصل مع أشخاص ونقاش يقدر تفرض رأيك بشكل قوي جدا في منكو اللي عرأس عملهم بنجحوا في أمور التسويق أو تسويق لسلعة معينة أو لموضوع معين في منكم ممكن ينشط بأمور الحلاقة بلقاءات أو اتصالات عالية أما عن موضوع الدراسة والامتحانات فرح تكون جيدة والتركيز رح يكون قوي وخصوصا اللي على مقاعد الدراسة أو عندهم امتحانات أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني تماما بالتعامل بتنجز العمال المطلوبة منك وممكن تهتم بأمور الحلاقة بالتصليحات أو الترميمات أو بعض الأعمال المنزلية أو التقارب الروتيني ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو بدعمك بشكل طفيف على المستوى العاطفي ممكن يصير فيه نوع من أنواع تقارب ما بينك وبين الحبيب خلال هذا النهار وفيه أشياء ممكن أنها تصير كخبر إيجابي أو نوع من أنواع التواصل ولكن فيه ساعات ما بعد الظهر بين الظهر والعصر هيك ممكن يصلك خبر يزعجك أو يوترك ولكن مش به الكم الكبير أو الغضب الكبير ولكن سوء خلاف وبتتجاوزه أما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعمك على مستوى العمل فعشان هيك اليوم بتقدر تنجز كثير من العمال المطلوبة منك واللي على رأس عملهم بيحافظوا على إنجازاتهم العملية في منكم ممكن يهتم بأمور لها علاقة ببعض الأمور اللي بتتعلق في التزامات أو ترتيب أو ضاع أو حسابات أو أشياء من هذا القبيل وفي منكم ممكن يهتم بأمر صحي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة برضو روتيني تتعامل بشكل روتيني ما بينك وبين الشريك لكن بغلب عليكو نوع من أنواع التقارب خلال ساعة النهار أفضل من الآن يعني أفضل من هذا الوقت ولكن في ساعة النهار بتصير الأمور إيجابية أكثر أما بالنسبة للبيت الثامن فهو يعني بيخليك تنشغل بأمور إلها علاقة ببعض المساعدات أو الدعم أو طلب المساعدات أو أشياء إلها علاقة بتواصل بأشخاص معينين أو استرداد بعض الأموال اللي إلك أو مطالبة بحقوق لإلك أو أشياء لا تساعدك بالفترة الحالية أما بالنسبة للبيت التاسع فهي اتصالات خارجية ولكن أغلبها رح تكون متقلب بخلال هذا النهار فممكن بعضكو إما أنه يسمع خبر سيء أو هو يصير في خلاف بين شخص خارج البلاد فعشان هيك حاول أنك ما تحتد وما تعصب ممكن يصلكو خبر سيء ممكن أنه أشياء تزعجك ولكن رح تكون غالب عليكو الاتصالات الخارجية أو مع مؤسسات تعليمية أو إشيء العلاقة بامتحانات أو دراسة واللي عنده امتحانة أو دراسة ما يعتمد على الحظ نهائيا خلال هذا النهار بده يتعب على أساس أنه يحصل النتائج المطلوبة في منكم ممكن ينشغل بعورة قانونية أما بالنسبة لبيت العاشر فهو روتيني تماما ما في شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا النهار فعشان هيك بتتعامل بشكل روتيني أما بالنسبة لبيتك 11 نوع من أنواع الاتصالات اللي بتقارب ما بينك وبين الأصدقاء خلال هذا النهار فعشان هيك رح يكون التواصل عالي جدا إلي اهتمام إما بوضعهم أو تقديم لهم المساعدة أو المشورة أو هم يسألوك عن شيء معين فيقدموا لك المشورة والمساعدة في مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد جدا خلال هذا النهار بيحمي ظهرك وفي نفس اللحظة من المكائد أو من المغرضين أو من الأشخاص اللي ممكن يحاولوا يتآمروا عليك رح تكتشفهم بسهولة في منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالراحة أو إلها علاقة بالوضع الصحي أو برنامج إلها علاقة إما بالتغذية أو مكملات غذائية أهم شيء يعني ده تدير بالك على صحتك بشكل جيد وتحاول إنك تأخذ قصد كافي من الراحة مرج العقرب طبعا القمر موجود في بيت متاعبكم الآن فعشان هيك الفترة هاي أو اليومين هذول اللي جايين بتتراجع صحتكم وبينتابكم شعور بالتعب والملل أخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل لا توقع على عقد وما تبدأ عملي جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ما تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك وحاذر من البلبلة والالتباسات أما بالنسبة للبيت الأول هاي يعني بما إنه بيت المتاعب شوي رح يكون ضاغط عليك شوي فالنفسية اليوم بتكون نوع من أنواع التقلب فيها فعشان هيك مش مستقرة الأوضاع عندك لحظات إيجابي لحظات سلبي لحظات مبسوط يعني في نوع من أنواع التناقض الكبير بيكون على المستوى الشخصي حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية على أساس إنك تطلع من هاي الضغوط أو من هاي الأجواء أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بدعمك على المستوى المالي بيعملك بعض الفرص خلال هذا النهار إما لتحصيل مالي أو تحصيل بعض الحقوق أو الدفعات أو الاهتمام بأمور الهلاقة بالمشتريات أو التسويق في منكم ممكن يحصل على أموال ولكن إنه بتكثر عندكم المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور على مستوى الاتصالات جيد جدا اتصالات مواصلات تنقلات اتصال بأشخاص يعني خارج البلاد أو داخل البلاد يعني بكثر عندك عنصر التواصل اليوم في منكم ممكن يهتم بأمور العلاقة إما بالدراسة أو بالامتحانات أهم إشي إنه ما يعتمد على الحظوظ كثير بده يتعب شوي ويدرس ويجهز حاله ما يرتجل الأمور في منكم رح يهتم بشأن بتعلق إما بأخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني تماما على مستوى البيت بتتعامل بالأمور المطلوبة منك على أكمل وجه في منكم بيعمل نوع من أنواع التقارب أو التواصل مع العائلة وفي منكم بيهتم بأمور العلاقة بالصيانة أو التصليحات أو الترميمات المنزلية أو الواجبات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي يعني منقدر نقول الأمور شوي فيها نوع من الاستقرار العاطفي عشان هيك فيه نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين الحبيب أو تفقده أو الإطمئنان عليه أو نوع من أنواع التعاون أما بالنسبة للبيت السادس فأنا بقول لك بدك تدير بالك على مستوى العمل لأنه شوي الأمور رح تكون فيها نوع من أنواع الضغط على العمل فعشان هيك بدك تكون حذر حاول تنجز العمال الضرورية ما تخليها تتراكم عندك ممكن اليوم تنشغل بكثير من الملفات أو المعاملات حاول أنك أنت ترتبها بشكل جيد ممكن يصير بعض الخربطة عندك في إنجاز عمل معين أو في ملف معين أو يسوء فهم بطريقة إدارة عمل معين أما بالنسبة للوضع الصحي فبدك تنتبه على صحتك بشكل جيد خلال هذا النهار وخصوصا من التقلبات الصحية أو بعض الأمور اللي ممكن تظهر على الساحة أما بالنسبة للبيت السابع فشراكة تقريبا منحكي روتينية بالتعامل ما بينك وبين الشريك ما في شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك التعامل بكون روتيني أما بالنسبة للبيت الثامن فيعني الأمور برضو روتينية على مستوى الأموال المشتركة ممكن أنه تكثر عليك الالتزامات أو المطالبات أو أشياء تأرقاك مثل الفواتير أو بعض الأشياء اللي بدها عاد الترتيب ممكن تقرأ أبواب أو يجيك رد على طلب مساعدة معينة أو طلب دعم معين أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بدأ حذرك كثير من التنقلات خصوصا اللي بيخرجوا من البيت على السيارات بدهم يديروا بالهم ويكونوا حذرين أثناء تنقلاتهم من أعطال ممكن تصيب سياراتهم أو هواتفهم أو ممكن حوادث لا سمح الله ولكن بدهم يكونوا حذرين من كل النقاط هاي اللي عندهم امتحان أو عندهم دراسة بدهم يكونوا جاهزين ودارسين ومستعدين وما يعتمدوا على الحظون نهائيا ممكن يجيك خبر من برا يزعجك أو يوترك في منكم ممكن يهتم بأوراق قانونية أو بمعاملات قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر أرضو هو بضغطك على مستوى العمل فيه ممكن يعمل لك نوع من أنواع المشاحنة وخصوصا في ساعات بين الظهر والعصر مع أحد الزملاء أو رؤسائك بالعمل دير بالك ما تخالف القوانين وما تدخل بأي شيء مشبوه ما تحاول أنك أنت تخلص تجربة تكون فيها نوع من أنواع المواجهة أو نوع من أنواع الصعوبة على مستوى سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد بدعمك على مستوى الاتصالات مع الأصدقاء أو تعاون مع الأصدقاء وفي منكم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب أو التعاون أو طلب المساعدة من صديق حاول قدر الإمكان أنك أنت مثل ما بقدموا لك المساعدة أنت تساعدهم وممكن يكون فيه نوع من أنواع المشهورة أو طلب الرأي في أمر معين أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فطبعا القمر مثل ما ذكرنا موجود في بيت المتاعب وبداية التوقعات حكينا عنه برج القوس بتنشطوا اجتماعيا وبتستعدوا للقاء الأصدقاء أو التواصل معهم أو تعاونكم أو تعاونهم معاكم منكم ممكن يطلق الدعوة لحضور مناسبة أو اجتماع بادر لملاقات الآخرين في منتصف الطريق ممكن يطمئن بالك وممكن تجد حليف بدعم تصوراتك أهم شيء أنك ما تستسلم كرر المحاولة أكثر من مرة بتلاقي حالك أنك أنت حققت الإشي اللي أنت بدكية أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور جيدة اليوم على المستوى النفسي بتلاقي نفسيتك اليوم أحسن ولكن أنه في ساعة الظهر ممكن أنك تتوتر شوي أو تقلق شوي أو يصير خبر يزعجك حاول قدر الإمكان أنك ما تستسلم لهذا الخبر أو تدخل في مرحلة اكتئاب حاول تطلع من هذا الجو وتشحن حالك بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني أمور المالية روتينية اليوم معنى ما فيه لا إيجابية ولا سلبية ممكن الاهتمام ببعض المشتريات أو النفقات حاول بس أنك أنت تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث يعني مقدار التواصل هذا ليس بأوجه عندك هي التواصل المطلوب أو المفروض عليك أو الأشياء الروتينية تقريبا أو الواجبة عليك التواصل فيها في منكو ممكن يهتم بمواضيع دراسية أو أمور لها علاقة بامتحانات أهم شيء أنه يكون مستعد جيدا وما يعتمد على الحبوض إذا بده يدخل بنقاش أو جدال يحاول أنه ما يحتد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور بتظلها جيدة لغاية ساعات الظهر تدعمك بشكل قوي جدا في نوع من أنواع التقارب أو التلاقي أو التشاور أو المصالحات ولكن بعد ساعة الظهر بصير العمل روتيني طبيعي الإشي المتعود عليه هو اللي بتعمله أما بالنسبة للبيت الخامس يعني حتى اللقاءات العاطفية روتينية اليوم ممكن هي بعض التواصل للتفقد أو للإطمئنان وفي منكو ممكن ينزعج لخبر معين يجي من الحبيب أو على شخص بيحبه أما بالنسبة للبيت السادس فعلى مستوى العمل بحذرك بدك تدير بالك تحاول أنك تنجز العمل المطلوبة منك ما تخليها تتراكب حتى لو عملت ساعات إضافية وحاول أنك أنت تهتم بالأمور العملية بعقلانية أكثر ما تحاول أنك أنت توقع على عقود أو أوراق بدون ما تقرأها بشكل صحيح في منكو ممكن يراقب وضع صحي أو يكون عنده بعض التوعق أو بعض التعب الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمكو بشكل جيد على مستوى الشراكة ممكن يصير فيه نوع من أنواع تقارب ما بينكم أو نوع من أنواع المصالحات إلا أنه ممكن تحتد أنت من تصرف بتصرف الشريك في ساعات ما قبل الظهر ولكن الأمور بترجع لطبيعتها في باقي النهار أما بالنسبة للبيت الثامن فالبيت الثامن بدعمك بقوة خلال هذا النهار ممكن أن يجيك بعض الفلوس أو بعض المساعدات أو بعض الدعم وممكن أنت تهتم بأمور الهلاقة إما بفوترة أو جدولي أو أشياء الهلاقة بجدولة الديون أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بحذرك أنا اليوم من أي إشي العلاقة بالتواصل الخارجي أو اتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو أشياء إلها علاقة بالتنقلات أو أمور إلها علاقة بالدراسة والامتحانات هدولة كلهم ما تعتمد على الارتجال فيهم فممكن يجيك خبر بزعجك وممكن يصير شيء غير متوقع وممكن أنه أنت تهمل بالدراسة فتكون النتائج لدراستك وامتحاناتك مش جيدة في منكم ممكن يهتم بأمور قانونية أو قضائية أو أوراق تكون مش لمصلحتك حاول أنك تكون حذر أما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر يعني بيخليك تنجز بعض الأعمال بالتعاون مع بعض الزملاء أو رؤسائك بالعمل ولكن ممكن يكون في نوع من أنواع الحدية في طباعك وخصوصا في ساعات الصباح حاول تمسك حالك وما تحتد وما تعصب من تراكم الأعمال أو كثرة الأعباء عليك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو آمن ما فيه أي شيء بخوف بالعكس الأمور جيدة وبتدعمك وبتدعم من مركزك ومن موقفك حاول أنك أنت تنتبه لصحتك وغذائك وحاول تأخذ قصد كافي من الراحة ما ترهق حالك الزيادة برج الجدي يوم جيد للأشخاص اللي على رأس عملهم أو اللي برغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم بينتبه لكم المسؤولين اليوم وبيقدروا جهودكم ممكن تتسلط عليكم الأضواء بتخضع لعدة تجارب مهمة فلا تضعف وما تجازف بسمعتك بل قم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع ممكن يكون الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق أو التوتر أما بالنسبة للبيت الأول فهو يعني شيئا ما روتيني ما فيه لا شيء إيجابي ولا سلبي الظروف هي اللي بتحكمك وهي اللي بتتحكم بالوضع عشان يحاول تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تتجاوز كل الأفكار السوداء اللي ممكن تتسلل لك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على المستوى المالي ممكن تحصل بعض الأمور المالية أو تجتهد في تحصيل بعض الأشياء المالية وممكن تهتم ببعض الواجبات المالية مثل المشتريات أو التسوق أو الصرف أو تحصيل بعض الأموال حاول أنك أنت تقلل من مصاريف قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد بدعمك على مستوى الاتصالات والمواصلات والاهتمام بالنقاشات والتواصل مع الأشخاص عند قدرة عالية بالإقناع أو التواصل يعني أمورك رح تكون جيدة في منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالامتحانات أو الدراسة أو حث أبنائهم على هذا الموضوع ولكن أنه بدك تكون مجتهد وتدرس وما تعتمد على الحضود أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بدعم العلاقة المنزلية أو العائلية فممكن يجمع ما بينك وبين أحد الأحبة أو اللقاء عائلي يعني مميز يكون خلال هذا النهار وممكن يكون فيه نوع من أنواع التواصل مع أحد أفراد العائلة أو التقارب أو المصالحات يوم جيد جدا يعني جو عائلي رائع في منكم ممكن يهتم في بعض الترتيبات أو الترميمات أو التصليحات المنزلية أو بعض النشاطات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو شوي بيعمل لك نوع من أنواع التوتر على المستوى العاطفي ممكن تنزعج بالتفكير أو من تصرف الحبيب تقريبا يعني مرتين يعني مرة راح تكون اللي هي في ساعات منتصف الليل ومرة ثانية راح تكون في ساعات العصر فعشان هيك بدك تحاول قدر الإمكان أنك أنت ما تحتد وما تعصب وما تترك الأفكار السودة تأثر عليك أو تسيطر عليك حتى لو سمعت شيء مزعج حاول أنك أنت تتعامل فيه بعقلانية أما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعم من موقفك على مستوى الأعمال فاليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال والمهام المطلوبة منك على أكمل وجه وفي منكم ممكن يهتم بعمل جديد أو ممكن يهتم بأمور لها علاقة في ابتكار عمل أو مشروع جديد لتحسين الوضع العام أما بالنسبة للوضع الصحي فهو إجمالا جيد خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعم الوضع الشراكي بدعم بعلاقتك مع الشريك وبقارب ما بينك وبين الشريك بشكل واضح تماما خلال هذا النهار ممكن يكون فيه مبادرة للتقارب أو للتصالح أو الاتفاقية على مهام معينة أما بالنسبة للبيت الثامن حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تضغط حالك بالأمور المالية وما تراكم الأمور المالية عليك ممكن بعضك يهتم بأمور الهلاقة بالفوترة أو الالتزامات أو الديون أو الجدولة أو الاهتمامات بالدفعات أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو قضائية أو مبادرة في أمور بتحسن من وضعهم على مستوى الشركات أو المؤسسات الكبيرة وخصوصا التعليمية في منكم ممكن يهتم بأجهزة الاتصالات والمواصلات بشكل كبير وفي منكم ممكن يبادر في مسألة إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو مؤسسات خارجية أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 جيد على مستوى التواصل مع الأصدقاء والتقارب معهم أو التفاهم معهم أو طلب المشورة أو التعاون أو نوع من أنواع المصالحات يعني جيد جدا على مستوى الأصدقاء والإلاقات أما بالنسبة لبيت المتاعب حاول أنك أنت تنجز كل الأعمال المطلوبة منك بدون ما ترهق حالك ولكن في ساعات الظهر تقريبا ممكن تشعر ببعض التوعق السريع أو بعض التعب أو الإجهاد أو الإرهاق أو أنك أنت حاب تدخل في وقت قيلولة أو نوع من أنواع الراحة والنوم هذا وضع طبيعي أهم مش أنك تراقب غذائك بشكل جيد وتأخذ قسط كافي من الراحة في منكم ممكن يسمع خبر عن أحد الأشخاص المقربين لإلو بزعجه أو بوتره إلو علاقة بالمرض أو بالمستشفيات برج الدلو طبعا القمر راح يستقر في بيتكم التاسع فعشان هيك الفترة هاي بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وذكاء وتجرؤ على رفض الأمور اللي ما بتناسبك ما تخشى شيء بل تق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجارب جديدة أو أمور إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو مؤسسات إلها علاقة بالسفر أو مؤسسات دولية أو أشياء إلها علاقة بسفر مستقبلي أما بالنسبة للبيت الأول فهو بدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار بفتح لك أبواب أنك أنت تشجع نفسيتك أو تطلع من الجو أو من الشحن النفسي هذا اللي أنت موجود فيه فبكون في بعض الأخبار أو الأشياء اللي ممكن تسعدك وتكون أنت مبسوط وبكامل حيويتك أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور المالية ولكن أنه برضو عندك تفكيرات أو أشياء بتأرقك أما أنك بتنتظر خبر معين بتعلق بالمال أو أنه أنت اليوم بتكون روتيني بس بتعتمد على بعض المشتريات الضرورية وترتيب الوضع المالي ولكن حاول أنك تبعد عن المصاريف اللي مالها داعي أما بالنسبة للبيت الثالث في منكو بنشط بأمور الاتصالات والتواصل أو التواصل مع أشخاص أو الاهتمام بأجهزة السيارات مثل السيارات والهواتف والتلفزيونات والإلكترونيات والأشياء اللي من هذا القبيل في منكو ممكن يدخل بنقاش ويكون مقنع جدا اللي بيشتغلوا في مجال التسويق اليوم بيقدروا يقنعوا أي شخص بوجهة نظرهم ويسوقوا لسلعتهم بجذارة في منكو رح يكون له تعاون مع أخ أو مع جار أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا بدي حذرك اليوم من كثير من الضغوط المعائلية أو المنزلية اللي بتضغط عليك في منكو ممكن يتوتر أو يدخل بمشاكل معينة أو ممكن تحتد الأمور ما بينك وبين أحد المقربين أو صار عندك أعطال أو أمور إلها علاقة في البيت يعني بتأرقك بشكل كبير كثير كثير خلال هذا النهار حاول أنك تمسك عصابك قدر الإمكان وما تتهور وما تعصب مهما كانت الظروف أما بالنسبة للبيت الخامس فهو بدعمك على المستوى العاطفي بشكل قوي في نوع من أنواع التقارب العالي اليوم على مستوى الحبيب في تواصل جيد ورح يكون في أخبار ممكن تفرحك وممكن أنك تغامر بشيء العلاقة بالحظ فإنك أنت تستفيد من خلاله أما بالنسبة للبيت السادس فهو بضغطك على مستوى العمل يعني الأعمال وتراكم الأعمال بأرقك بشكل كبير أو ممكن التقاعص أو ممكن الظروف اللي بتجبرك على هذا الإشي أهم إشي أنك ما تيأس وما تتوتر ممكن بعضك يشعر ببعض التعب الصحي أو بعض الأعراض الغير طبيعية بس أهم إشي أنه ما يترك للوسواس أنه يأثر عليه أو يسيطر عليه أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني على مستوى الشراكة يعني بتتعامل أنتو الشريك بشكل روتيني ولكن في ساعات العصر ممكن يصير أمر يخليك تحتد أو تعصب حاول تمسك حالك قدر الإمكان من الانفعال والتوتر أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك بدعمك في أموال ما بتعود لك يعني يا إما بيجيك دعم يا إما أنت بتطرق باب للحصول على دعم أو مساعدة وبكون الباب هذا إيجابي ممكن تنفتح لك أبواب جيدة إلها علاقة بالدعم المالي أو تقدر تحصل على أموال إلها علاقة بالجدول أو الفوتر لبعض الالتزامات أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك العاشر يعني أمر روتيني ما فيه لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الأعمال يعني بتنجزها بالشكل المطلوب منك لا زيادة ولا نقصان أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد جدا بدعمك على مستوى العلاقات والاتصالات والتواصل مع أصدقائك ممكن لطلب المعونة أو الحاجة معينة أو التشاور في مسألة معينة أو هم ممكن يطالبوا بهذا الشيء لكن إنه تعاون مثمر ما بينك وبين علاقاتك وأصدقائك خلال هذا النهار في منكم ممكن يسمع خبر مش جيد في ساعات الظهر بتتعلق بأحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو آمن أو روتيني فعشان يك انجز الأعمال المطلوب منك حاول تأخذ قصد كافي من الراحة وانتبه لصحتك بشكل جيد ممكن تسمع خبر إلو علاقة بالصحة لا أحد المقربين لا إلك أو لا إلك برج الحوت اليوم القمر موجود في البيت الثامن لألكم عشان هيك بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة الفرصة متاحة لمكسب مصدر وشراكي أو تعويض ما تهملوا صحتكم ما بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم ممكن تلاقي أعمالك صدى طيب لا تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة وأعذر طبعا القمر انتقل من مقابلكو لما بدخل على الميزان صحيح أنه بظل ضاغط ولكن ضغطه أخف من الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت الأول فهو بيتك روتيني تماما البيت الأول شخصيتك روتينية متقلبة عادي بتدخل بالمزاجية أو المزاجية ممكن تحكمك خلال هذا النهار إذا قدرت تسيطر على مزاجيتك أنت أمورك جيدة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور ممكن اليوم تهتم بأمور إلها علاقة ببعض المشتريات أو الالتزامات أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالدفعات أو الأشياء اللي من هذا القبيل في منكم ممكن يهتم بأمر العلاقة ببعض المصاريف الزائدة لكن أهم إشي أنه قللوا من الأشياء اللي غير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور جيدة على مستوى البيت الثالث بتدعمكم يعني عندكم قدرة عالية على النقاش سرعة بديهة عالية قدرة على التواصل مفتوحة فعشان يكون الأمور ممتازة جدا أما اللي عنده امتحان أو دراسة بده يدرس بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا بحذرك على مستوى البيت من المشادات أو المواجهات أو الأشياء اللي ممكن تعمل نوع من أنواع النزاعات العائلية حاول أنك أنت تقارب ما بينك وبين العائلة حاول تمسك أعصابك قدر الإمكان ممكن يصير بعض الأعطال أو بعض الأشياء المزعجة بالنسبة للبيت ولكن أنه حاول أنك تتجاوزها بهدوء ديروا بالكو خصوصا الستات اللي بتعمل في المطبخ تدير بالها من الجروح والإصابات أثناء العمل أما بالنسبة للبيت الخامس فهو بيضغطك على مستوى العواطف عشان هيك في خلاف كبير بينك وبين الحبيب عشان هيك حاول أنك تمسك أعصابك الفترة هاي بدون ما تكبر الأمور وتترك الوسواسي سيطر عليك بشكل كبير أنت اللي مضغوط وأنت اللي عندك المشاكل أكثر من الطرف الثاني فما تهتم كثير وحاول تشحن حالك بطاقة إيجابية أكثر أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل ما زال الأمر أرقك إما أنك بتبحث عن عمل أو أنك عندك أعمال مش قادر تنجزها حاول أنك تصبر أنت والأمور بتمشي بشكل جيد لحد يتم القمر يصل للعقرب الأمور بتتحسن يعني يمين وبصير الوضع كله لصالحك أكثر في منكم ممكن يهتم بأمر صحي أو ببعض التعاب الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو بيت الشراكي شوي فيه نوع من أنواع الضغوط على مستوى بيت الشراكي ولكن أنت أقوى بالحضور أو بالتواصل مع الشريك يعني السطوي لا إلك فعشان هيك إذا صدر خطأ بصدر خطأ من الطرف الآخر ولكن القوة عندك أنت أنك تتحكم في هذه الأمور في يدك أن تتقارب وتعمل حلول وفي يدك تكبر المشاغل أو المشاكل وتخلي فيه فجوة ما بينك وبينه أما بالنسبة للبيت الثامن يعني كما ذكرنا في بداية التوقعات ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي إلا مثل ما ذكرناه في بداية التوقعات في بداية الحلقة أو بداية التوقع أما بالنسبة للبيت التاسع البيت التاسع بدعمك على مستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن أنه برضو بوترك هو في ساعات الظهر ممكن تسمع خبر مش جيد أو مش مثل ما بدك ينرفزك أو يعصبك في أشياء العلاقة بالامتحانات أو بالدراسة حاول أنك تركز فيها بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض نهائيا واللي عنده أوراق قانونية يعني بيهتم فيها وما يقصر فيها وما يتناسى أوراق معينة أو يغيب عن دهنه شيء معين أما بالنسبة للبيت العاشر البيت العاشر يعني جيد شيئا ما ولكن ممكن يحملك نوع من أنواع التوتر مع بعض الزملاء أو مع رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعم علاقاتك بيخلي نوع من أنواع التواصل الكثير اللي موجود عندك في نوع من أنواع التواصل المفتوح ممكن أنت اليوم تتواصل مع أشخاص أصدقاء لك للتعاون أو طلب الحاجة أو المساعدة وما يقصروا معك في هذا الأمور ويشوروا عليك وينصحوك ويدعموك بشكل قوي أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو فارغ تماما فما في أي تأثيرات لا سلبي ولا إيجابية عليه فعشان هيكي منقول لك حاول أنك أنت تريح نفسك ترك نفسك من الوساوس قدر الإمكان حاول تأخذ قصد كافي من الراحة وحاول أنك تخلد للراحة من وقت لآخر في منكم ممكن يسمع خبر يزعجه بتعلق في أحد الأحبة أو المقربين إلو علاقة بالمرض أو بالمستشفيات هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر